شايف إزاي ارتفاع كلفة الحرب على قطاع غزة اسمحي الأول أن أنا أتواجه بالتحية لصمود الشعب الفوسطيني في أرضنا في غزة تكلفة الحرب أي حرب تكلفتها تبقى عالية في الحرب الإسرائيلية على غزة التكلفة عالية جدا أول عشرة أيام كانت التكلفة العسكرية بس 25 مليار دولار ده في أول عشرة أيام من الحرب النهاردة تكلفة العسكرية وصلت أكثر من 150 مليار دولار يكفي حضارة الطعام أنه إسرائيل دم لها 180 دبابة والدبابة تمنها حوالي 4 مليون دولار فده الدبابات بس فالتكلفة الاختصاصية للحرب نفسها عالي جدا ضيف لكده أنه في تكلفة الدمار الأحداثية للحرب فيه دمار مركز في مناطق مختلفة من إسرائيل سواء في تل قبيب أو في صفر أو في ستدروت أو حتى في المطلقة الشمالية من حزب الله بيطلق صواريخ على إسرائيل هذا الدمار يكفي حلقة تعرفت مثلا في سنة 2006 وده ما أعلنش إسرائيل أعلنت أو تحدثت الحكومة الإسرائيلية عن خطة لإعمار ما ضمرته الحرب مع حزب الله تتكلف كانت تتكلف في وقتها بأسعار 2006 30 مليار دولار وتنفذ على خمس سنوات فاللي أنا أريد أن أقوله من النهاردة التكلفة بتاعة أعمار ما ضمرت الحرب لوحدها ستخش في أكثر من 100 مليار دولار فيه تكلفة أخرى هي تكلفة نجوح أو إجلاء مواطنين لأنهما ما نجحوش هو أجل وتم إجلاء مواطنين إسرائيليين من مستوطنات قوليف وزة ومستونات المطقة الشمالية لمناطق داخل إسرائيل ودي حركة دعائية لكن في الأخذ تكلفتها عالية جدا بقيت لأنهم بيقيموا في مخامات الهدف منها طبعا الدعاية إنه إزاي ما احنا بنجلي أهل الهزة هتنا داس بتوعنا بيتم إجلاءهم ومش بيتم إجلاءهم والحكومة الإسرائيلية لتبليهم وده برضو له تكلفة عالية لكن من وجهة نظري التكلفة العالية دي حتتعوض بطرقتين الطرقية الأولى طبعا نحنا عارفين معونات الأمريكية الولايات المتحدة خصصت من أول يوم 19 مليار دولار دي إسرائيل من حالات رد وهتديها منح تاني لكن القيادة الإسرائيلية حطها في اعتبارها ومش القيادة الإسرائيلية بس القيادة الأمريكية وقيادات الدول الأوروبية إنه الحرب دي فيها غنيمة الغنيمة دي عبارة عن بئر غاز غزة من 9 سين اكتشفوا قدامها بئر غاز الاحتياطي بتاعه 1.4 تلليون قدم مكعب غاز ويكتشفوا إن غزة نفسها بتعوم على بحيرة غاز شبه قطر كده وإن فيها عبار بترول الاحتياطي البترول بتاعها 120 مليار برميل بترول دي معلومة مهمة وبتتصل كمان بالدكتور شريف جاد لما كان بمعانا على الهوى بيحلل الصحافة الروسية كان فيه تقرير في إحدى صحف الروسية باسم ثروة غزة يعني غزة فيها ثروات كبيرة جدا بس ده خلينا أسأل حضرتك إذا استغلت إسرائيل هذه الثروة أو استثبارتها فده حيكون تحت غطاء الاحتلال يعني هي هل تنوي أن تحتل غزة بعد انتهاء الحرب هو الهدف المعلن اللي أعلنه رئيس الوزراء الانتنية هو من أول لحظة في الحرب إخلق غزة كماما وطرد سكانها وقتها قال إلى الأرض المصرية لسينة فهو عايز يخلي غزة تماما ويستولي عليها تبقى أرض إسرائيلية النهاردة وزراء إسرائيليين بيتكلموا عن ضرورة السيطان في غزة بعد الحرب هو مش عايز يحتل غزة هو عايز يبليها من السكان ويستولي عليها تبقى أرض إسرائيلية لكن ده يتنافى مع التصريحات الأمريكية حتى وإن كانت على أرض الواقع لا تنفذ لكن التصريحات الأمريكية بترفض التهجير القصري للفلسطينيين من أراضي غزة وبترفض أيضا الإدارة الإسرائيلية لقطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب التصريحات الأمريكية عبارة عن تصريحات الاستلاك المحل بكل صراحة الأمريكان من 40 سنة أو 50 سنة بيصدروا تصريحات معينة عشان تمنع إسرائيل من عمل أشياء لكن إسرائيل اللي ما بتعملها خلاص عملتها نعملهم إيه ما فيش وسيلة أو ما بيلجأواش لعقاب إسرائيل أضف إلى هذا أنه الغنيمة مايهاش غنيمة إسرائيلية بحتة حضرتك فيه أسطول جاي من الولايات البتاحدة عاملة طائرات وابوداميرات فيه أسطول جاي من بريطانيا فيه أسطول جاي من فرنسا فيه سفن حربية جاي من أسبانيا من إيطاليا فيه طيران جاي من ألمانيا هذه الدول جاية هنا عشان الغنيمة دي النهاردة أوروبا عندها مشكلة في البرد الشتة داخل ولأنها عندها مشكلة الغاز اللي اتخذوا الغاز السوفيد تتوقف فالغاز اللي اتخذوا من مصر وإسرائيل وقطر لا يكفي لأوروبا في فصل الشتة فهم عايزين مصدر بديل فهم جايين عشان ياخدوا نصبهم من الغنيمة دي هم هدفهم هو الاستيلاء على هذه الأبارة الخاصة بالغاز وياخذ نصبهم من الغنيمة فهتتأثم الغنيمة بينهم وبين إسرائيل فإسرائيل تعود خسائرها وهم يعدوا الشتة بأمان حاجة تكشف جانب مهم جدا من جوانب الحرب الجانب الاقتصادي إنه غزة ليست فقيرة كما يشعل غزة غنية وفيه مطامع عالمية لقوة دولية فيه الغاز اللي موجود فيه قطاع غزة ودي نقطة يعني لافتة مهمة جدا إذا عودنا إلى فطورة الحرب مرة أخرى وتحدثنا عن شلل شبه تام في قطاعات اقتصادية كثيرة في الداخل الإسرائيلي مع اليوم الأول تم استدعاء حوالي 300 ألف مواطن كجنود احتياط ده بيؤثر إزاي على العامل البشري وعلى العنصر الخاص بالاقتصاد الداخلي في إسرائيل أحرض عليك عن القطة دي بس أكمل المقطة المقطة الفات جزئية صغيرة الولايات المتحدة ودول أوروبا لم تخط في السنوات الثلاثين اللي فاتوا أي حرب بدون هدف اقتصادي سواء الحرب في سوريا أي دايماً بتيجي القوات الأمريكية تحط تخطوش حرب لأن فيه هدف اقتصادي فيه سروة هتستولي عليها الموضوع في غزة مخرجش عن كده حتى الكلام اللي قالواه أنه نبدأ دعم إسرائيل وإسرائيل لها حق الدفاع النفس تحت البند 151 من مساكل الأمم المتحدة فيه قرار صادر بمحكمة الجنائية الدولية بيقول إن إسرائيل سنة 2004 في الفق 139 منه بيقول إن إسرائيل ليس لها حق الدفاع النفس في مواجهة غزة لأنها قوة احتلال غزة وبالتالي فليس لها حق الدفاع النفس هذا قرار من المحكمة الجنائية الدولية وهو ملزم كقانون دولي فالمسألة إذا ما هي حق الدفاع النفس ولكنه الأمريكان جايين عشان الغنيمة والأوروبيين جايين عشان الغنيمة والغنيمة هتقاسموها في الأخير بس لازم الدنيا تهدى الأول إذا سقطت غزة هقدروا وتخشموه ما سقطتش هنبتدى تكلم بقى عن فاتورة لحد أتكلم عنها النهاردة قطاع العمال في إسرائيل وخاصة قطاع التكنولوجيا وقطاع الحوسبة خسر حوالي 60 مليار نتيجة للحرب الحالية وخسر أسواق المشكلة الأساسية في الخسائر مش مجرد من خسر مبلغ مالي الآن لكنه خسر أسواق لأنه كان له التزامات وتوقف عن الوفاء بيها والالتزامات اللي في الأسواق دي لما طرف بيتوقف عن الوفاء بيها السوق ما بيتوقفش بيلجأ لأطرف آخر يعوض النقص فلجأت الأطراف اللي فيه التزامات بينها وبين إسرائيل إلى أطراف أخرى لتعوض النقص مش هتيجي بعد الحرب بتقول لا الأطراف هي ترجع تاني ونرجع لإسرائيل للعلاقات